عايزين الأول نتكلم عن أكاديمية طيبة منذ أن بدأت إلى أن ظلت لوقتنا الحالي محتفظة بنجحتها وسايب ببصمة طبعا على الخريطة التعليمية حضرتك يريد تكلمينا باستفادة أكتر عن الأكاديمية منذ أن بدأت الأكاديمية أسسها أستاذ دكتور صديق عفيفي وأستاذ الإدارة وهو غاني عن التعريف هو ما شاء الله يعني مؤسس مدارس طيبة وبعدين أكاديمية طيبة معهد طيبة العليا ورئيس مجلس الإدارة في جامعة النهضة ورئيس الأمنة في جامعة ميرت حاليا وهو ما شاء الله داعم لكل مجال جديد وداعم لكل المشاريع الجديدة والحديثة أول ما نشأت نشأت في الجيزة سنة 97 وعدين توسعت وفتحنا الفراج الثاني في أول المعادي وفي أول كونيش المعادي وما شاء الله يعني هو كان حريص من البداية على أن يكون مستوى مستوى عضاية التجيزة على مستوى عالي كان بيختارهم بدقة وتحت معايير محددة بحيث إن هو يدمن مستوى تعليم عالي في الأداء ويدمن كمان تفوق الطلبة عنده وإن هم متبعين لكل جديد في المجتمع المصري كمان العادة المعاونة اللي هم المعايدين برضو بيتم اختيارهم على مستوى عالي بحيث إن هو يحافظ على المستوى بالنسبة للطلبة لإن المعايدين هم المقربين بالنسبة للطلبة أكتر فبالتالي بيكون المستوى كل ما بيكون أعلى كل ما بيرفع مستوى الأداء عند الطالب كمان عندنا الإدارة عندنا قوة في الأداء كفاءة نزاهة في الإدارة عندنا متابعة للطالب في كل المجالات سواء علمية أو أنشطة طلابية أو خرجين عندنا بالنسبة للعضاء هي تدريس عندنا كوكبة عالية جدا على أعلى مستوى بيبقى فيها كمعايير محددة الدكتورس دي بيحب فيها من ناحية الكفاءة من ناحية البحث العلمي من ناحية الأداء من ناحية الإكسبرينس والخبرة اللي هم طبعا كانوا فيه قبل كده انا كمان عم يعني لنا سمينار قبل ما بنلتحك في المكان بيحس نشوف أخبار الأداء إيه الدكتور متطلع باحث بيتابع الجديد بيطور نفسه هو حريص على أنه فيه مستوى عالي في الأداء بينه في مستوى جماعات الحكومية وما ينزلش عن المستوى اللي هو عاوزه هو دايما باحث لكل جديد وداعم لكل جديد